حياكم الله ومشاهدين كويت اليوم من يدي التخطيط منهج إنساني للعمل يهدف إلى اتخاذ القرارات في الحاضر ويكون لها تأثير على المستقبل ويعتبر التخطيط هو أول عناصر الإدارة فللحديث أكثر حل هذا الموضوع نرحب به الدكتور جمال الملأ استشاري تلمية بشرية حياك الله معنا الله حيّيك طرفيك ونحيّي سادة المستمعين الله يطول عمرك المستمعين والمشاهدين في البداية هل التخطيط يعتبر رفاهية يعني شيء أكسترا ولا هو من واجبات الإنسان أنه يخطط حياته ليس الإنسان حتى وانت بكرامة الحيوانات تخطط يعني مثلا الضباء معروف أنه ضب بروحه ما يغلب الأسد لكن عندما يكون هناك تخطيط ومنهجية يعني يأكل أكل الأسد لا والأسد يمكن ينحاش ينحاش بالضبطية أو على النمور أو إلى آخر بالنسبة لهذا الآن للحيوانات للإنسان كده يتعتبر تخطيط أساسي لو لم يكن تخطيط أساسي كان دول ما انجحت لكن الإشكالية بعض الأشياء فتذكرني في أحد الوزراء في أحد دول الخليج كان في مهمة أو في دورة تدريبية فسألوه عندكم خطة منهم خطة استراتيجية ورفع إيده قال نحن عندنا خطة خمسية اللي في القاعة كلهم يضحكوا عليه والمدرب قاعد يضحك قال عندك خطة خمسية أنت كدولة خطة خمسية لذلك يقول إيه شوح البقالة تحت خطة خمسية أنت كدولة عندك خطة لازم أكثر من ذلك يقول أنا ما قلت له الخطة نحطها بالدرج ننساها هذه أمثلة ولكن طيب عمليات التخطيط يعني أنت تدري أن مثلا علشان الواحد مثلا يبيعبر من نقطة ألف إلى نقطة باء يحتاج إلى خطة حتى لو كانت سهلة ولكن شنو مدى سهولة أو صعوبة التخطيط نفسه الوضع الخطة بحد ذاتها يعني أوكي خلنا نعتبر خطة وتنفيذ لذلك مثلهم يشتغلوني ببعض يعني بمكان مثلا خلنا أعطيك مثال سهل جدا دولة مثل سينكافورة كان عندها إشكالية السكان عندهم من ثقافات مختلفة نعم من أصول صينية من أصول ملاوية من ماليزيا من أصول هندية إلى آخر فكان بعضهم خاصة من بعض الأصول التي هي الهندية كان يكلون البان وتكرم يتفل ويطلع أو يبصق أو يطلع من الأحمر بالتالي صار عندهم بصخ وايد فإني الشي اللي يسووا فرضوا قانون في ذلك الوقت اللي تكرم يتفل أو يبصق ويوصق الشارع قرامنا 500 دولار هذا مثل الكلام في 60 دينات 600 دولار عندنا تشتري سيارة ب500 دولار يعني الآن فرض أن السيارة في قيمتها 10 تصور غرامة اللي يتفل في الشارع 10-13 دينار ففرضوا هذا فبالتالي الآن استراتيجية أو عندهم خطة نخلونا سينكافورة نظيفة فعلا التنفيذ أهم مو الخطة التنفيذ أهم بالتالي صارت الآن الخطة اللي تسمي تطبيقها بشكل جيد خلنا نأخذ من مستوى الخليج بعض دول الخليج ممنوع الوقوف في مواقف المعاقين أو ذوي الحاجة الخاصة عندنا في الكويت قانون موجود لكن في الدول الخليج الثانية روحوا إلى دبي أو أي دعيدة أو الأخرى ما تحصل سيارات مواقفة هنا تحصل سيارة مواقفة وتتقول لها ديكتين يقول لك وراجع أو مواقفين السائق المعزبة مواقفة السائق على ما تروح تخلص شغلها وفي مواقفة له معاقين إشكالية في التنفيذ فبالتالي إذا أنا عندي خطة الكويت عندها خطة من ستينيات المدينة الجامعية المدينة التي هي الصحية إلى آخر لكن إشكاليتنا فيه اللي هو التنفيذ بالتالي تعرفنا شون خطة ممتاز جيد لازم نعرف لو ننفذ هذه الخطة إذا ما تبضان على هذا الواقع يتعتبر يعني على ورقه بسرعة لماذا تبقى مثالك كمثال نعم ولكن أنا قاعد أشوف رجال الداخلي الأمانة قايمين بالواجب وزيادة سواء كان من خلال فرض العقوبات اللي هي 500 دينار والغرامات الأخرى اللي يستحول على موقف خاص بذوي الإعاقة وأيضا التبعات الثانية سعب السيارة وغيره وغيره أشوفه في العين متاز أنا أتوقياك لكن هل اللي قاعد يسوينا الآن يؤدي أغسطي يعني تشوف في سيارات واقفة مواقفة معاقنة ولا لا الرادع بالنهاية هذا مسألة تأسيس نرجع مرثاني الآن إذا كان الفرض كافي مو رح تشوف ناس إذا رضت مو كافي رح تشوف في ناس واقفين أنا بعضهم يقول أو أتخلي يعطوني مخالفة أنا باش أروح أطيحها أو أشوف لي عطمس أمة أو أشوف لي كذا أو أشوف لي وزير أو أشوف لي ولد عمي والآخر رح يطيح لي المخالفة أو إلى آخر السولد الشي الثابت أن هذا غرض بضبط متطلبات التخطيط إذا نبي نقول مثلا شخص عنده بلان معين حق حياته ولكن يبي البداية من وين يبدأ البداية لازم كان عنده رؤية شلي أنا أبي يعني مستحيل أقدر أبني مثلا أخي نعطيك مثال على أرض الواقع إذا أنا بروح حق موعد مع شخص مسؤول أو مهم في الدولة عادة لم تتشفي شوارع أي شوارع 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 من الكويت ولا يبرع تحصلك واحد اللي طالع لكي مين ولا طالع لكي يشار بالتالي يخلونك تضايق وتفاعلك وياهم بعضهم لا يعصب عليهم وإي لآخر لماذا؟ متى ما وصلت وصلت هذا يعني أغلب الناس لكن إذا كان عندك موعد مهم جدا وتوصل تبت توصل لهم بيتشر أو تبت توصل لهم على الموعد التنشين يزيد التنشين يزيد لكن الآن هذول الناس اللي قاعدين يضايقونك بالشارع بارك موياهم الهدف عندك أنا وين رايح بالتالي إذا أتكرار عندك الفوكس أو يعني الهدف واضع أشياء واحد الصغيرة اللي بالطريج مرح تشوفها رح تركيز تركيزك على اللي هو الهدف لهذا السبب نرجع فرضين حقه اللي هو النمر أو الأسد أو اللبوة أو إلى آخر حيوانات في حيوانات وايد يشوفها في السفاري في المحميات أو في المحميات أو إلى آخر طبيعة لكن تركيزه على واحد منهم بس ترقى عينه عليه من أول ما يطلع عينه عليه على عليه وبعدين يهجم عليه ما يلف يطلع فيهني شيء ولا فيهني شيء ولا هر لا لا عينه على شيء من أول شيء يطلع يدور لضعيف يدور لصغير يدور اللي أنا أقدر أصيده إلى آخره مع ذلك يعني 8% من محاولاته مقعد تصيب لكن 20% قاعد يوصل حق الهدف اللي هو ماله إذا عرفنا نحن شلينه به يعني اليوم قاعد طالع أحد اللحصائيات انتجة الموظف معالية يعني قاعد تكلم يعني في 7 ساعات انتاجية الموظف انتاجيته مدوام انتاجية فيه فرق بين الاثنين يعني من 7 ساعات 6 ساعات تروع من 7 ساعات 45 دقيقة بس هي الانتاجية طبعا فيه اشياء وايدي اللي أخلي ذلك بالتالي أنا ما أخلي ممكن نعيد اللي هو وضع الموظف في مكان تقليل الموظفين الزيادة البطالة المغنعة أو ايلا اشياء وايدي هي اللي تخليني أو تخلي الموظف هذه الانتاجية مالتا لأرجع مرة ثانيا إذا كان أنا عندي هدف وعارف شي اللي أبي رح سين العملية أني أقدر أوصل لي بطريقة صحيحة ولازم التطبيق مالي يصير على خطوات لازم في عندي في الطريج هل أنا وصلت حق النقطة ألف أنا ماشي صح أو لي عن نقطة باء عن نقطة جيم عن نقطة دال وهكذا بالتالي كل مرحلة مراحل هل أحتاج أني أعدل أحتاج أني أضبط أحتاج أني بعض المرات تصلك محوقات أو بعض الإشكاليات تصير لازم أعدل من الخطة مالتي بما يتماشى مع ذلك إلى أن أوصل حق الهدف مالي جميل نحن طبعا لا نقدم نجمع لموضوع الدوام هذا كمثال طيب ما خططنا هل إذا الإنسان حقق هدفه من غير تخطيط معناته أنه هو سبرمان أو الذي لا يمكن يحقق هدفه وهو مخطط هذا الطبيعي هناك في أربع أشياء أني يخطط جيد أو تخطيط عندي جيد لكن أنه فيه سيئ عندي تخطيط تعبان وتنفيذ جيد عندي تخطيط تعبان وتنفيذ تعبان عندي تخطيط جيد وعندي تنفيذ جيد نزيل الخيار بيدك أنت شيء اللي تبي منه يعني الكلام حلو بسيط وسهل لكن تعال المتيعة لأرض الواقع لازم أعرف يعني شون بنفذ عشان سديقا وهذا الميدان إح ميدان شون بنفذ بثار اللي عارث ينفذ اللي عنده خطة وعنده استراتيجية يعني الصاحب السمو حفظه الله قال أنا أبي خطت اللي هو أن الكويت تصير مركز اقتصادي وخطة ممتاز جدا قال من اللي نفذها لازم الوزراء شون بنفذها أحول كلام هذا إلى فعل فرضا أبدأ الآن سهل العملية اللي هو الاستثمار سهل العملية التواصل مع الناس استخراج الفيزا إقامة لهم السكن الشوار شيء وايد أحساس أقدر أخلي الناس تواصل مثلا مطار الكويت كم مثال عندي خطة استراتيجية بزيد الإنتاجية أو بس بزيد اللي هو الاستقبال من مليون إلى عشرة مليون كخطة ممتازة يحتاج إلى أشياء أخرى استويها معها يعني مثلا قبل أن أذهب المطار لازم أزيد ساعة الشوارع حيث أنه مو فرضا إذا نزلت عندي أربع طيارة نفس الوقت الشوارع تسكر أقعد لي ساعة ونص أمطر السيارة على ما تيني بالتالي لازم خطط حق ذلك قبل مو بعد أشكالية بعض الأشخاص أنه عقب ما ينفذ يطالع أخطاء موجودة أنا قبل أن أنفذ لازم عندي خطة ألف وخطة باء وخطة جيم يصر علي المعويقات لازم يعرف شلون أتفهداها شون أني أتجاوزها هذا المفروض يكون من بداية التخطيط أن أنا أدري أن أنا إذا وصلت لي هذه المراحل عفو أكون مثلا زين صحيح ولكن إذا حاشتني عوائق عندي ألف وباء وجيم بالضبط إذا كملت الأمور المستقرة أهم بعد إذا صارت لي عوائق مرة ثانية عندي خطة باء وجيم أرد مرة ثانية أنا قبل أن أبدأ يعني أنا أخلنا أعطيك مثال أبني مؤسسة أو أسوي لي شركة شركة أشار تصير يعني ما أحد يزال شركة بنتج فيها مثلا اللي هو خلنا نقول أنتج فيها أعطني مثال قلاصات أنا قبل أن أنتج قلاصات أشوف هل السوق يحتاج إلى قلاصات هذه النوعية هذه ولا لا هذا واحد حاجة المجتمع فإذا لم ألح حاجة مهما كان لقلاص جميل مهما كان هذا منتجك مو راح يحصل له مكان مو راح أشتري الآن الخطة أنا مو راح أنتجي حق الكويت راح أنتجي فرضا حق دول أخرى حق السعودية حق إيران حق العراق الجودة تكون شوية أعلى أوطة إلى آخر في الحال حسب يحتاج السوق هذا أثنين هل لديك مسوقين باشر أم لا أم لا أنا عقب ما أسوي واختار إلى ذاك الوقت راح أشوف منه راح يدير الشركة نعم اللي يدير الشركة من قبل المخطط لها أنا قبل لا أبنيها مو حقب ما أخلص ها ولله خلنشوف الآن وين ندير المشرك إنزين في عندك فرضا الشوارع تكفي حق قصد تعرف إسلوب التوصيل أو التسويق لهذا المنتج أو لا فرض مرطانا إذا كنت هذا مخطط حق الأشهاد كلها راح تكون نسبة نجاح مشروعك أعلى من اللي مخطط لها بطريقة صحيحة طيب الآن إحنا مثلا في خطط الناس تحطها وتسعة ولكن تفشل صحيح بعد الفشل بعد الفشل أشوف أنا وين أخطأت أو شون أخطأ اللي أنا سويتها وحاولت فدعها يعني وهذا مهم جدا للإنسان أن يقوم بعد ما يطيح مرة مرتين وثلاث بس بشرط أني أتعلم من أخطائي مو أقوم وأكرد نفس الخطأ وقوم أكرد نفس الخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة مو كل منطقة رحلها نجح في مناطق رموه بالحجارة أو قالوا حق عيالهم أو صفاءهم أنهم يرمون رسول الله عليه وسلم بالحجارة بالتالي كمهمة نفيت لكن شو رد مرة ثانية يكمل وكمل إلى أن طاقت وشملت الدعوة الإسلامية للعالم كبالك فرد مرة ثانية فشلي ومعناتي أنه نهايتي نهايتي إذا أنا إذا أنا نسحبت أو إذا أنا خلاص قلت ماني مكمل هذا هو تعبر فشل الصحيح لكن طول ما أني قاعد أتعلم وقاعد أسوي وأجتم مرة ثانية رح تنجح بهذه العملية الموضوع هذا عبارة عن مشروع يومي يعني أنت كل ما تقوم من النوم أنت لازم تخطط حق يومك تتفق أو لا أنا قبل تخطيط اليوم وفي عندي تخطيط شهري أو أسبوع هذا المسبق ولكن أنت عندك تخطيط يوم من تخطيط أسبوعي أو أسبوعي أنا حب أبدأ أنا ما أبدأ من اليومي أبدأ من السنوي بعين قسمة إلى شهري بعين قسمة إلى أسبوع بين قسمة إلى يومي السر عملية عندك ليش أتشوفها خلال سنة شلي أنا أبي نعم يعني مثلا أنا أخطيك مثال واحد الآن يقول أنا بطلع ببيع منتج معين أو بطلع بسوي شغلة معينة أنا أقول الآن خلال سنة شلي أبي أبدأ أقيس عشان أوصل حق النقطة هذي مثلا خلنا أعطيك مثال أقول أنا بكونني مليون دينار مثلا خلال كم خلال سنة لازم حين خلال كل ربع سنة عندك ربع مليون ربع مليون ربع مليون ربع سنة ثلاثة شهر لازم خلال الشهر يكون عندك فرضا سبعين ألف خلال الأسبوع يكون عندك بالتالي عندما تقسم العملية هذه عندما تقسم أسبوعي و بعدما تقسم اليومي أنا اليوم لازم أحقق 5000 دينار حقا أقول لا أحتاج أني أعدل فيها أني أزيد بشغلة هذه هذه ما سويتها أني ما سويت وقت عدله أني ما إنتجت إلى آخر أبدأ أعملها من فوق لتحت و من تحت لفوق واضحة العملية عكسية إذا فاشتغلت بهذا الشكل يعني مثلا الشاي ترى قبل حوالي 400 سنة ما كان معروف كانت فقط هي الدولة الوحيدة التي تنتج السائل في العالم الصين بريطانيا حاولت أنها تتهرب أو قصر أن تأخذ الشتلات تزرحهم بره نعم السودون في الصين يمهرب شتل أعدام الأثنين اللي يهرب واللي يستقبل يعني نفسها مخدرات اللي عندنا الآن السودون يمهرب مخدرات أعدام في دول قليل يعني في دول العالم فاشتغل ما شتغل عليها علم سنة يوم وليومين اللي أدمنوا بعد ما أدمنوا صار الآن تهريب اللي هو الشاي صار سهل فأخذوا من المشتلات وزرعوها في سيام في شمال الهند وبعدين صارت في جنوب الهند بعدين صارت في سيلان بعدين صارت حلو مستوى العالم بحضة أن الشركات الشاي أغلبها إنتاج هندي أو سيلاني لكن الشركات الكبيرة هي بريطانية بريطانية أي الشركات ممولة الشركات اللي يطلع الشاي باسمها لكن الإنتاج والزراعة وهذا كله نيفة هذا اللي أنا قاعد أسميه لو تخطيط لها يعني مثلا بعض الدول سويسرا مثلا ما عندها شوكولات ما تسرع بلجيك وبلجيك كذلك مهزمات ما تسرع لكن من أفضل نوع الشوكولات هو البلجيكي سويسرا وإلى آخر مين يبوني يبوني من أفريقيا يأخذونها يبوني عندهم يبدوني معالجة اللي هي معالجة اليابان قاعد أدرسها في فترة لماذا اليابان نجحت مع أنه لا لديها موارد تخطيط استراتيجي يعمل يعمل عشر سنوات نصير أفضل للنس ننتج القطن أو ننتج الحرير عفوا على سهل سنوات ننتج أفضل الإلكترونيات الترانزيستر السيارات فحطوهم كل عشر سنوات خطة استراتيجية بدون يعمل عليها إلى أن وصل مرحلة مثلا تصور أنه لا لديهم سيارات قبل الصين عفوا اليابان الملح لا لديهم مع أنها دولة على البحر يسترون الملح من الصين بالتالي الذكاء يستورد منك المواد الأولي ويرد أبيع عليك يصير أرخص منك يعني لا لديهم حديد يسترون من بره لا لديهم طاقة يسترون من بره لا لديهم البلاستيك يسترون من بره يوم مع هذا كله وصنعوا سيارة ويردي بيحة الحين بسعر أقل من سعر الأمريكية هذا هنا اللي هو الذكاء لن نعرف كيف نخطط تخطيط راح نجح نجاح كبير جدا للآن اللي طالع بقوة جدا وهي الصين واللي وراها طالعها وهي الهند الآن اللي ينافس شركات الأمريكية مثلا مثل الأمازون أكبر شركة في العالم ينافس علي بابا وهذه شركة وهذه شركة ويب سايت الآن اللي قاعد تكلم عنه اللي هو الذكاء الآن شوني أنقل فكري إلى اللي هو الإلكتروني أو خليه عمل كله عن طريقة اللي هو الكمبيوتر نعم الآن اللي يأي ورا اللي هو الذكاء الاصطناعي نعم هذا اللي يأي بقوة فبالتالي الآن إذا كان إنسان يخطط صح يخطط على هذه الشغلة ما يخطط ورا أني بطلع واحد يشتغل حتى بعد حوالي عشر سنوات من اللي يأي الأطباء سيصير عددهم جدا قليل ما نحتاجهم المحامين سيصير عددهم أقل السواقين الأقل وبالتالي هذه الأشياء كصناعات أو كمهن سيصير قليلة لأنها ما في عليها طلب لأن الطلب الآن اللي يأي كله على سيارة الإلكترونية اللي هي تسوق وتحرك خبر من اليابان يقولك أنه في فندق عندهم هناك كان معتمد على 243 روبوت كروم سيرفيس وأيضا تشغيل داخلي مثلا لوندري روم سيرفيس وأيضا حتى ريسبشنست هم بعد روبوت فعلشان كانوا موفرين ما عندهم موظفين ولكن لكل روبوت في عليه موظف يعطي الأمر اللي لازم أن ينفذه وشافوا أن في كثرة الأعطار اللي قاعدة تسيف الروبوتات فقاموا وأعفوا 243 روبوت عن الخدمة قالوا أن شلناهم الخدمة بسبب كثرة الأعطار أوكي هذا قاعد تتلم عن شغلة بسيطة لكن الآن تتلم عن مصائل كبيرة مصائل كبيرة اللي قاعد يقوم في الأعمال اللي هي الشاقة روبوت يعني فرضا الروبوت مو إنسان كامل عبارة عن يد نعم هي اللي تلحم السيارة يد هي اللي تصمغ السيارة وهذا توفر لي بشي كبير جدا يعني الآن ترى حتى السيارات اللي خلنت تكلم عن السيارات السيارة اللي إياي الآن كلها عبارة عن سيارات الإلكترونية سيارة يعني أنت تتكلم تتكلم اللي هو الكمبيوتر تقصد تفاعلية تفاعلية أي تفاعلية يعني لدرجة أغوية أي آي هي الآن تتعلم تتعلم من الأخطاء بالتالي ستصبح عدد حوادث السيارات أقل من الحوادث اللي قاعد تصير لما الإنسان هو يكون بتشغيل السيارة الطيارات الآن طيارة بدون طيارة فيها قنابل وفيها كل شيء بالتالي بدلا أتعب على الطيار و أشتغل عليه وإلى آخر وبعدين طيارة بطيارة واحتمال أنه يصاب ويق طيارة وقاعد مكتبة أو قاعد في القرفة أو في الكابينة وقاعد يطير الطيارة ويتحكم فيها طح الطيارة ويطير طيارة طيارة ثانية وراها وإلى آخر بالتالي الآن هذا حماية المصادر الأساسية عندي اللي هو العقل البشري في هذه الجملة يسعدني أن أختم معك هذه الفقرة كل شكرا لك الدكتور جمال المل استشاري التنمية البشرية وحديثنا كان عن كيفية التخطيط سواء كانت للأفراد وأيضا حتى للشركات والدول بشكل عام كل شكرا لك حياة الله ورحمة الله مشاهدين الكرام مشاهدينكم وصلنا إلى ختام هذه الفقرة ولكن كويس اليوم بعدها مكمل معاكم نطرونها بعد الفاصل